اشتركوا في القناة واسع وكبير في المجتمع السبب يعني هو إذا صح القول من أمن العقاب ساء الأدب فياريت أن يكون هناك عقوبات صارمة بحق كل من يحاول أن يهدد كيان أسرة أو شخص بهذه الممارسات الغير عقلانية التي بدأت تطفع على مستوى المجتمع الموصلية المحافظ وأن هذه الممارسات جاءت بسبب عدم وجود عقوبات تحد من هذه الظاهرة أو رقابة حقيقة شبكات التواصل الاجتماعي وجدت لخدمة الناس وخدمة المجتمع لكن كل هذه الأمور هي السلاح ذو حدين وهناك من يسيء استخدام هذه الأمور لمآرب لربما تعد مآرب شخصية أو تصفية حسابات أو لغرض مثل ابتزاز الناس للمقابل أموال لكن إذا كانت هناك رقابة على هذه الأمور وأنا أعتقد أن الجهات الأمن المختصة هي حريصة جدا على هذا الشيء لكن نريد الأكثر تكثيف الجهود مساعدة الناس عدم الإنجرار وراء هؤلاء الذين يحاولون ابتزاز الناس من خلال وسائل التواصل التي وصل الحد إلى انهيار عوائل بإبرمتها هناك أجندة خاصة وهناك جيوش أليكترونية خاصة ممولة ومرصود لها أموال من قبل الناس يحاولون ابتزاز أو خلق أزمة ونحن ككلية حسب توجيهات السيد الرئيس جامعة الموصل على استعداد كامل لعقد ورش عمل خلال قسم الإعلام وقسم الاجتماع للحد من هذه الظواهر وتوعية المجتمع طبعاً هو كل إنسان ناجح أكيد يكون خلفه أعداء وأعداء النجاح فدائماً الإنسان الناجح دائماً يبحثون خلفه أنه عمليات تسقيط فأكيد يحاولون بعمليات الابتزاز أو غيرها أنه يسقطون هذا الشخص الناجح المدير فإحنا يعني أنا من يعني ضمن مسؤوليتي أو مكاني أنه يعني أقول أنه كل إنسان لابد أنه يتعرض إلى مسألة الإبتزاز الإلكتروني يعني أنه هناك دوائر يعني مثل العبناء الأمن الوطني شرطة المجتمعية نحاول أنه نبلغ حتى نقضي على هذه عملية الإبتزاز أي خبر ينزل أنه ما كل الأخبار صحيحة فأكيد أنه أكو أخبار خاطئة أو أخبار أنه تتحاول أنه تعمل عمليات تسقيط للشخص أو المسؤول المعين وأنا يعني أطلب من الجميع أنه إحنا نتأكد من هاي الصفحات يعني أنه أنا ما أقبل أي صداقة بالفيس بأسماء وهمية شكرا